نمر الآن إلى Moment of Inertia of Common Geometric Shapes جاي ما تشوفوا هنا في الجدول التالي نحن نعطيكم بالنسبة للأجسام الأكثر استعمالا في الهندسة بالنسبة للسطرات Cylindrical Strat هنا المass Moment of Inertia كالاتي بتساوي نص أم التربيع و أل هي طول سطرات أيضا بالنسبة للثين ريكتانجل النتائج زي ما تشوفوا هنا ال-Ix وال-Iy وال-Iz نفس الشيء بالنسبة للPriismatic Piece هنا بتكون Ix وال-Iy وال-Iz زي ما تشوفوا هنا بالنسبة للثين Circle Ix بتساوي نص أم أر تربيع و-Iy بتساوي Iz وبتساوي ربع أم أر تربيع أيضا هنا بالنسبة لل Circular بالنسبة للسيلندر بيكون بالطريقة هذه بالنسبة للكون وبالنسبة للسفيريك أيضا زي ما تشوف السفيريك بتكون Ix بتساوي Iy Iz بتساوي 2 على 5 أم أي تربيع وبالنسبة للإي هي بتكون لو أردتم الراديوس أو نصف القطر بالنسبة للسفير طبعا هنا الجدول هذه راح نستعمله إن شاء الله لو كان عندي أجسام مثلا مركبة قد تكون عندي في نفس الوقت مثلا Thin Plate زي كده مثلا هذه Thin Plate سأرسمها من جديد مثلا هذا الجسم وتكون معاه في نفس الوقت Cylinder وقد تكون أيضا Assembled with Thin Rectangular Plate فلو أحنا عايزين مثلا في الحالة هذه نجد Mass Moment of Finertia راح نستعمل الحساب بالنسبة لكل الجسم لحاله وبعدين بيجمعوا نستعمل فيهم أيضا Parallel Access Theorem شكرا على الانتباه شكرا على الانتباه